اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جاهلنا عملا كتير كانوا بيجولي ويكلموا معي وهم بيشتروا المرتبة ويسيروا بعض الأسئلة المهمة وأحب أكلمكم من النهاردة عنها عشان أوفر لكم وقتكم وتعرف تشتروا بطريقة صح هو مهمة أوي سألوا وقالوا هو مهمة أوي إن أنا أكون معتني أو أنا أعتني بإن أنا أشتري المرتبة بطريقة صح طب هو إيه نوع المرتبة الكويسة؟ طب هو إيه رتفاع المناسب؟ طب فيه مرتبة طبية وإيه يعني مرتبة طبية؟ يعني إيه معنى كلمة مرتبة طبية؟ كل كلام ده كنت بكلمه مع العملاء وحاوله وصله من الإجابة السهلة الممسطة لتخليهم نشتروا بطريقة صح أرجع لكم لأول الفيديو أول سؤال بس قبل ما أكمل ما تنسونيش في السابسكرايب والدعموا القناة عشان نكمل ونعمل فيديوهات أكتر وأكتر عشان تفيد الجميع وننشر العلم وننشر المعرفة عشان الفايدة إيه تستمر طب أول حاجة أكلمهم كان بيكلموا عليها هو المرتبة المهمة أو إن إحنا نهتم إن إحنا نشريها بطريقة صح أيوة جاوبت لهم وقلت لهم أنت المرتبة بتنام عليها حوالي سبع ساعات في اليوم يعني تلت عمرك يعني لو أنت اشتريت مرتبة بالطريقة صح يبقى بترايح نفسك حوالي عشرين أو خمسة وعشرين سنة من عمرك المرتبة العمر الافتراضي بتاعها من خمستاشر لعشرين سنة يعني لو اشتريت مرتبة نوحها كويس يعني نوحها كويس يعني مركة معروفة وموجودة بقالها كتير في السوق وليها توكلات وليها خدمة ما بعد البيع يعني أنا لو اشتريت مرتبة صح بطريقة صح ودفعت فيها مبلغ أزت شوية صغيرة عن المراتب التانية اللي هي بيجي إعلاناتها في التلفزيون لها مرتبة وعليها مرتبة هدية ومركات غير معروفة وغير لها توكلات وتتعامل تحت السلم يبقى أنا الكذبان كذبان راحتي لأن أنا لو وزعت 200 أو 300 أو 40 جنيه زيادة عن سعر المرتبة على العمر الكبير أو للمرتبة ده وعلى العمر اللي انت هتقضيه على المرتبة يبقى أنا بستسمر في صحتي طب النوع إذا عرف إن ده نوع كويس وده نوعش وفيه طبعا أنواع كتيرة موجودة في السوق وليها خبرات كتيرة وليها وقت كتير موجودة في السوق ومتجربة كنا عملنا فيديو قبل كده واخترنا خمس أنواع أفضل خمس أنواع مراتب وقلنا إن أنت لما تجد تروح تشتري المرتبة طبعا فيه أكتر من خمس أنواع موجودة في السوق يعني كويسة وأثبت جدواء في السوق بس إحنا اخترنا خمس أنواع يا ريت ترجع للفيديو دوت وتختار من خمس أنواع اللي أنا رشحتهم لك واحدة منه طيب أشتري منين أشتري من التوكيل طب أشتري ويكون معي فاتورة ويكون أضمن أن يكون في خدمة معدن البيع يعني إيه يعني لو حصل في المرتبة حاجة المصنع يبقى معايا في ظهري يقدر يصلح حالي مصنع مضمون طب إيه تاني لأنا لازم أن أفكر فيه كواحد عايز يشتري المرتبة ويرتح طول عمره ويرايح نفسه ناس كتير كتير بتشتكي أنا بنام على المرتبة وأم ظهري وجعني وأم تعبان وكنمت وكأني ما نمتش عشان كده أنت اخترت غلط فإحنا بنساعدك دلوقتي عشان تختار صح؟ نجي للنقطة التانية لارتفاع المناسب وفيه ارتفاع مناسب لكل واحد أطبع فيه مرتبة مناسبة لكل واحد أطبع يعني مثلا لو واحد وزنه زيادة هل ينفع يتحط أو ينام على مرتبة ارتفاحها قليل أوي طبعا لا المرتبة اللي ارتفاعها 23 أكتر يعني حمل ممكن تستحمله 70 كيلو طب لو أنت أكتر من 70 كيلو تسعين ومية 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 وعشرين هل ينفع تشتري مرتبة ارتفاحها قليل؟ طبعا لا طب لو أنا وزني قليل هل ينفع أن أنا أشتري مرتبة كبيرة وأدفع فلوس على الفوضي؟ يعني أنا وزني 70-80 كيلو أشتري مرتبة بعد طبعا ما اخترت نوحها كويس أشتري مرتبة 30 سنتي يعني ارتفاحها 30 سنتي آه ينفع بس معنى كده أنت بتدفع فلوس زيادة أو فلوس أنت مش هتستخدمها أو فلوس زيادة في حاجة أنت مش محتاج تكون نهاية ارتفاحها كبير للدرجات فبرضو الارتفاع المناسب مهم جدا أنت تختاره بطريقة صح؟ سألوا تاني سؤال تاني وفي حاجة اسمها مرتبة طبية يعني ليشتريها ما يجلوش أي حاجة؟ لا طبعا وفي مرتبة اسمها هاريبوند أو بيقولوا عليها مجازا أن هي طبية ودي تبقى للناس اللي عندها مشاكل في العمود الفقري يعني حضرتك لو أنت عندك مشكلة في العمود الفقري وتعبان وخد رأي الدكتور اللي بيعالجك أشتري مرتبة طبية ونصحك أن انت تشتري مرتبة طبية أو مرتبة ريبوند تبقى تشتريها؟ هل هي المرتبة الطبية أو مرتبة الريبوند دي لو أنا اشتريتها تعمل لي وقاية؟ طبعا لا ما تعملكش وقاية ولا حاجة المرتبة الطبية أو المرتبة الريبوند بيبقى السفينج اللي موجود هي أولا بتبقى سفينج خالص ما بقاش فيها السوسة وبقى سفينج ناشف شوية هارد شوية عشان العمود الفقري يبقى مناسب للعمود الفقري فرجاء أن انت تبقى عندك عناية كويسة جدا وانت بتشتري المرتبة مرة تانية بقولك راجع على نوع المرتبة يعني مركة المرتبة راجع على ارتفاع المرتبة المناسب لو انت وزنك زيادة لازم يبقى الاتفاع كبير لو انت وزنك متوسط يبقى ممكن لحد 25 سنتي يعني ارتفاع 25 سنتي لو انت عندك حاجة في العمود الفقري خد رأي الطبيب اشتري مرتبة ريبوند ولا لا في النهاية اتمنى لكم تختاروا كويس وتختاروا صح مش عايز اطول عليكم في الفيديو بس برجاء مرة تانية لا تنسونيش في السابسكرايل عشان نقدر نكمل ونقدر نستفيد ويتقدر تستفيدوا بالمعلومات اللي احنا بنقولها في الفيديوهات اللي احنا بنزلها شكرا